الحمد لله الذي ندبنا إلى حج بيته الحرام وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد العنام ثم جعله رقناً أساسياً من أركان الإسلام فهو على القني المستديء فريدة كفريدة الصلاة والصيام ومن أجاب داعي الله إليه فقد فاذ بالعجر العزيم ومغفرت العثام ومن أعرض فقد فاته الخير العزيم أحمده تعالى وهو القائل واعتم الحج والعمرة لله واشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل إن الصفاء والمروة من شائر الله وأشهر أن محمد عبده ورسوله وهو القائل الهجاج والعمار وقد الله يهديهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دؤوا ويخلف عليهم ما أنفقوا فهيا إلى الحج يا إباد الله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وخير من تقرب إلى الله بالحج والعمرة والصلاة والإنفاق في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إباد الله لقد فرض الله عليكم الحج والعمرة إذا الصدعات المزداد والراهلة مرحبا بكم أيها المسلمون وما من نبي إلا وقد حج بيت الله وعد المناسك فيها كاملة وقال العرب قبل الإسلام يعظمون البيت وقال العرب قبل الإسلام يعظمون البيت ويهجونه ويتقربون إلى الله عنده بأعمالهم البادلة فأرشدنا القرآن في مناسك الحج إلى الطريقة المستقيمة وحذرنا من الطريقة المائلة ومن ذلك قوله تعالى وإذا أفلتم من أرفاتم فاذكروا الله إن المشأل الحرام واذكروه كما أحدكم وإن كنتم من قبله لمن الدليل الحمد لله المحمود بكل لسان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فبادروا أيها المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن توردوا لكم العوارد وتمنعكم الموانع وجودوا بأموالكم في أداء هذه الفريدة ومهما تنفقوا من الخير فإنه لكم محفوظ وليس عند الله بذائع وكونوا من الطائفين والعاكفين والركاء السجود بين يديه واسع الجود وعلموا أن الحسنة في مكة المكرمة بمئة ألف حسنة في غيرها وسيئة كذلك لأنها أهرم الله مقر كل ذائع ومهبد الوهي ومبعث الحبيب الشافي إذا قرج الحج من بيته وأدركه الموت قبل الوسول فقروق أجره على الله ودعوة الحج مستجابة وعماله مقبولة وحسناته مضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله حنيعا لكم أيها الحاج وأنتم داخلون في حرم الله متمتعين بالنذر متمتعين بالنذر إلى الكعبتي متمتعين بالنذر إلى الكعبت الممنية بعيد الملائكة والأنبياء وأنتم بها ضاعفون وفي المتجد آكفون وراكئون وفي المتجد آكفون وراكئون وفاجدون ولله حامدون على ما حذيتم به من السعادة العبدية والكرامة السرمدية ويا ليتني كنت ماءكم فأفوذ قوتا عزيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفر للحج ولمن استقفر له الحج قل إن صلاتي ونسكي ومحايا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتوا عن عوى المسلمين يا قدر الله تعالى لنا ولو